نظم الفريق البرلماني لحزب الإنصاف مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في نواكشوت خصصه لإنجازات الدورة البرلمانية الثانية العادية للسنة التشريعية 2021-2023 وأوضح رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف أن الدورة الماضية كانت مهمة ومتميزة بالنظر إلى حصيلتها المشرفة والتي تميزت بالمصادقة على مشروعات شملت مختلف القطاعات وبلغت في مجملها 17 مشروع قانون خضع بعضها لتعجلات مهمة